اشتركوا في القناة واليوم المقترح الجديد فهل لا يزال اتفاق الرياض على قيد الحياة؟ قدمت الرياض مقترحا جديدا لمحاولة انعاش اتفاق الرياض وهو الثالث منذ توقيع الاتفاق في الخامس من نوفمبر تشرين الماضي ويدعو المقترح الى ايقاف اطلاق النار في محافظة ابيان والغاء المجلس الانتقالي لاعلان الادارة الذاتية بالاضافة الى تعيين محافظ ومدير امن لمحافظة عدن ثم تشكيل حكومة جديدة بالشراكة مع الانتقالي تضع الرياض هذا المقترح بيد وباليد الاخرى تعطي الضواء الاخضر لميليشيا الانتقالي لاسقاط جزيرة السقطرة وسيطرة على مؤسسات الدولة فيها حيث تقول المصادر الميدانية والحكومية ايضا ان الف جندي سعودي اخلوا المواقع العسكرية لقوات الانتقال التي هاجمت مركز الجزيرة حديبو صباح اليوم الجمعة اذا تتكشف ملامح الاستراتيجية السعودية الداعمة لوضع الميليشيات في اليمن والمقوضة للشرعية التي قالت انها جاءت لمساعدتها كما يقول بعض لكن هل ستفلت السعودية من المسؤولية القانونية والتاريخية جراء انقلابها على الشرعية وعلى القرارات الدولية المؤيدة لها لمناقشة هذا الموضوع سيكون معنا من العاصمة الموقعة عدن الصحفي صلاح السقلدي ومن العاصمة الاردنية عمان المحلل السياسي عبد الناصر المودع مرحبا بكم ضيفي الكريمي ابدأ بالسؤال مرحبا وجمعتكم مباركة ان شاء الله اهلا بكم ابدأ بالسؤال المشترك معك استاذ صلاح هل اصبحت المملكة العربية السعودية في صف المجلس الانتقالي على الضد من موقف الشرعية لا اعتقد ان هذا الكلام دقيق على الاطلاق فلو كان هذا الكلام صحيح لكان للسعودي موقف واضح وحازم تجاه القوات التي تحشد على تخوم العاصمة عدن فما حصل في سقطرة اليوم هو خارج عن ارادة المملكة العربية السعودية وعلى الاقل لم يعطى المجلس الانتقالي اي ضوء اخضر من السعودية فمن مطلعة السعودية وبما تعلنه وبما لم تعلنه هي ان تكون علاقتها قيدة وعلاقتها ممتازة الى حد كبير مع هذه السلطة المسمى بالشرعية فمصالحها يبدو انها مرتبطة وهدفها بتدخل في اليمن هو لعادة هذه الشرعية اما نقول ان السعودية هي التي تدعم الانتقالي وان الخطوات التي حققها الانتقالي في سقطرة وفي كثير من المناطق بانها بيعازب سعودي او بدعم سعودي فهذا كلام غير منطقي لو كان هذا الكلام صحيح لو كان المجلس الانتقالي بسط سيطرته على كل الجنوب من المهرأ الى باب المندب فشاهدنا مثل هذه الاتهامات ومثل هذه المزاعم كثير بان الامارة تقوم بدعم الانتقالي اليوم نسمع نفس الخطاب بان السعودية هي التي تقوم بدعم او بغض الطرف او بارسال ضوء اخضر المجلس الانتقالي بان يقوم بحركة هناك فلو كان هذا الامر كذلك لما طلقت السعودي مبادرة قبل يومين فهذه المبادرة كما نعرف بانها تحاول الانتفاف على اتفاق الرياضي الذي يصب في مجمله او في كثير منه في مصلحة المجلس الانتقالي فلو كان السعودية مصلحة بدعم الانتقالي قهارا او حتى من تحت الطاولة لكانت عملت ورمت بالثقلها وطاقتها بالتنفيذ اتفاق الرياضي وليس استنساخ مبادرة جديدة غرض الارتفاف على هذا الاتفاق او افراغه من محتواه ومن بلوده التي نعرف جيدا بان الطرف الاخر هو الذي ماطل بتنفيذه وهو الذي يسوف بكل بكل طاقاته وكل امكانياته الغارض التملص من هذا الاتفاق في الظل على مرأة ومسمع من المملكة العربية السعودية فان كان هناك موقف للسعودية فهي تميل اكثر للطرف الاخر وليس المجلس الانتقالي فالمجلس الانتقالي فرض نفسه فرضا على الجنوب بحكم القضية الوطنية والسياسية التي يقف خلفها ويقف خلفها لحراك الجنوبي وليس بالتالي نقول ان ما حصل في سقاطرة وما حصل في ابيان وما حصل في شبوة هو عبارة عن نتائج طارع لا على العكس نهائيا ففي الجنوب هنا قضية سياسية قضية وطنية عمرها على الأقل ربع قرن وما يتم اليوم هو عبارة عن إفرازات هو عبارة عن تداعيات هذه القضية التي تم تجاهلها للأسف شرير من كل القوى السياسية في اليمن وحتى على مستوى الاقليم طيب أستاذ عبد الناصر في انتظار إجابتك على السؤال المشترك هل أصبحت المملكة العربية السعودية في صف المجلس الانتقالي على الضد من موقف الشرعية مثال خير أخ سامي وتحية للأخ صلاح لا أعتقد أن السعودية هي في صف الانتقالي أو ضد الانتقالي السعودية تحاول يعني كما يلاحظ من خلال الأحداث التي جرت في أبيان أولا والآن تجري في سوق طراف بأن السعودية تحاول أن تستخدم الأطراف المحلية كوسائل ضهر في البداية أعطت الضوء الأصفر ربما الأخضر قليلا لهادي وجماعته بأن يتحركوا في أبيان ليضغطوا على الانتقالي ثم الآن تعطي الضوء نفس الشيء ضوء أخضر ضوء أصفر للانتقالي بأن يتحرك في سوق طراف وبالتالي هي تحاول أن تكون ضابط إيقاع لتفرض لتضغط على هذا الطرف في بعض الأحيان ثم تنتقل وتضغط على الطرف الآخر في وقت آخر هذا الأمر يجعل السعودية في وضع أضعف مما يفترض لأنه عندما تصبح بأن موقفها بهذا الشكل الضبابي لا هي مع هذا الطرف ولا مع الطرف الآخر رغم أنها تدعي أو أنها تريد من خلال هذا السلوك أن تدعي بأنها على مسافة واحدة من جميع الأطراف لكن في حقيقة الأمر هي تريد أن تكون ضابط الإيقاع أن تظل يتصارع اليمنيين إلى حلود معينة ثم هي تتدخل وتتحكم بالمشهد في خطوطه العريضة وتترك لكل طرف مساحة أو هامش معين للحركة وتستخدم هذه الأطراف للضغط في حال رفض هذا الطرف أن يطيعها كما تريد كما هو حصل الآن في الوقت الحالي هناك ضغوط على هادي وحزب الإصلاح ليشكلوا حكومة وفقا لاتفاق الرياض طبعاً اتفاق الرياض في جوهره هو يجرد هادي من صلاحيته ويضعب حزب الإصلاح وبالتالي ليس من مصلحة هادي أن يطبق اتفاق الرياض لأن منطوق اتفاق الرياض يعطي السعودية دور الدولة الوصية بشكل رسمي بمعنى أنه في مضامين اتفاق الرياض يقول بأن تعيين مدير أمن أو محافظ أو وزير يتم بالتشاور بمعنى أنه لم يعد من سلطات هادي المطلقة وكلمة التشاور هنا تأتي بأنه ليس فقط لن يحسن أي شيء بالتشاور سيكون المرجع في الأخير للسعودية هي التي ستقرر لهذا السبب هادي وجماعته ليس من مصلحتهم تنفيذ اتفاق الرياض واتفاق الرياض هو في الأساس اتفاق سيء هو اتفاق يشرع الجماعة انفصالية ويضعف ما يسمى سلطة شرعية لكن للسلطة الشرعية هي سلطة شرعية حقيقية تمثل الجمهورية اليمنية ومصالحها هي مصالح ضئيقة لهذه جماعته وحزب الإصلاح بمقابل جماعة انفصالية ومن فوقهم دولة تريد أن تصبح دولة وصية على اليمن وهي السعودية بعد أن خرجت الإمارات إلى حد كبير من المشاكل هذا هو ما يمكن قوله في هذه الجزية التي ذكرتها طيب سأعود وأناقشك في موضوع أن تقول أنه تنفيذ الاتفاق ليس من صالح الحكومة الشرعية سنتناقش في الأسباب هذه لكن أعود مرة أخرى لأستاذ صلاح السقد بنانع الخبر الذي نشر في رويترز تقول أنه اليوم المجلس الانتقالي هو يقف أمام المقترح السعودي الأخير لتنفيذ اتفاق الرياض ويشترط تشكيل حكومة جديدة قبل انسحاب قواته من أبيان لماذا؟ نعم لأن هذا يتوافق تماما مع بنود اتفاق الرياض فالمبادرة بصورتها الأخيرة التي علننا قبل يومين هي تجزئ هذا الاتفاق وتأخذ من طرف كل ما عليه وفيما الطرف الآخر لا يكون عليه أي ضغوطات فهناك أخلال بتراتيبية هذه البنود وأولويات التنفيذ فهذه الاتفاقية هي اتفاقية جائرة والدليل على ذلك بأن السعودي لم تعلنها مباشرة لكن في هذا البند وفي هذه الصيغة الثالثة دلال وتدليل للمجلس الانتقالي وهذا يناقض كلامك السابق في بداية هذه الحلقة عن إجابتك على السؤال المشترك لا أنا أتحدث عن هذه الاتفاقية ولا أتحدث عن اتفاق الرياض أنا أتحدث على هذه المبادرة الأخيرة بأنها تحاول التفاق على اتفاق الرياض فالتعليل التعليل الأخير هو يخل بالتراتبية البنود فكان من الأولوية أن هناك تكون خطوات سياسية ثم خطوات عسكرية أو على الأقل في التواجه لكن المبادرة هذا هي تجبر المجلس انتقالي أن يسحب قواته وأن ينسحب من أبيان وأن ينسحب من عدن أي أن الطابع الأمني والبعد الأمني وعسكري بأن يسحب من قواته من عدن إلى أبيان هناك بند أن المجلس انتقال يسحب قواته من عدن هكذا في بند إلى أبيان يسحب الطرفان يسحب الطرفان قواتهما من أبيان لكن لكن المبادرة هذه أغفلت تماما أغفلت تماما موضوع أن الطرف الآخر ينسحب من شبوة وهذه النقطة مضمنة في اتفاق الرياض هنا أغفلت تماما وألقات باللائمة وألقات بكل التعهدات على المجلس الانتقالي بأنه هو من يقوم بمعنى أوضاح بأن الجانب العسكري الجانب الأمني طغى على الجانب السياسي هناك تم تأخير الجوانب السياسية التي مفترض أن تكون مقدمة على الجانب العسكري أو على الأقل بالتواجه معها وكأني بالسعودية تقول المجلس الانتقالي نفذ كل ما عليك ثم تعال تفهم معي فيما بعد وهذا ما تنبه للمجلس الانتقالي ولا أعتقد بأنه كيف أغفلت الجوانب السياسية والصيغة الأخيرة تدعو إلى تشكيل حكومة يشارك فيها وزراء من المجلس الانتقالي تدعو إلى تعيين محافظ ومدير لأمن عدن هذه بنود مهمة وفيها مكاسب نعم بعد أن يكون المجلس الانتقالي قد انسحب من عدن وقد انسحب من أبيان فيما الطرف الآخر لم ينسحب من شبوه خلي بالك من هذا النقطة هذه النقطة مهمة لأن هنا محاولة لتقريد المجلس الانتقالي بالجانب العسكري بالجانب الأمني ومن ثم يقول تعالوا لاحقا قد نتفق على تشكيل حكومة وقد لا نتفق على تشكيلها بعد أن يكون المجلس الانتقالي قد نفذ ما عليها وفيما الطرف الآخر لم يكن عليه أي التزامات وهذا يتناقض تماما مع الاتفاق الرياض واتفاق الرياض معروف بأن هناك بنجم السلسلة و هناك أولويات للتنفيذ الجانب السياسي يجب أن يتغلب على الجانب العسكري وليس العكس هكذا يقول الأول بند لننقل النقطة لأستاذ عبد الناصر يقول بأن دور الحكومة اسمح لي دور الحكومة يقتصر فقط على عودة رئيس الحكومة وبضعة وزراء لصرف المرتبات إلى الآن ثلاثة أشهر لم تصرف الحكومة هذه وظلت ماطل إلى أن اتخذ المجلس انتقالي لإتخاذ القرار الأخير لأنه فلوس المرتبات كان في فلوس وصلت لم تصرف المرتبات أستاذ صلاح أستاذ صلاح المرتبات ممكن لم تصرف لأنه كان في فلوس وصلت إلى عدن وتم السيطرة عليها والسطو عليها لا أسمح لي أسمح لي أخسان هناك عشرة شهور للجيش لم تصرف من أيام حكومة أحمد عبيد بن دغر هذا العلم أما هذه الأموال التي تقول لنا مصادرة فهي موجودة من أيام أحمد عبيد بن دغر ومن أيام من حكومة معين وهي موجودة في المينا بمعرفة الأطراف الثلاثة من قبل حتى أحداث غصص والمجلس الانتقالي قالت متحفظ عليها إلى أن أدارت الحكومة وتخلت عن التزاماتها المالية وتركت الناس الضوار وقعا وتركت الموظفين بدون المرتبات وكان لابد أن يتخذ مثل هذا الإجراءات فمش معقول أن هناك يسحب مليارات من البنك في عدن إلى مأرب إلى شبه وإلى سيئون فيما البنوك هناك لا تورد ريال واحد إلى البنك اللي مفترض أنه بنك مركزي في عدن فهل يعقل بأن هذه الأموال يتم صادرتها من أمام الناس والناس هنا يتطورون جوعا فهل هذا هو العدالة واليوم المواطن في المحافظات ينتظر أن تصرف له كمرتبة هذه الأموال طيب هذا مش موضوع أنا على العموم أستاذ عبد الناصر المودة اليوم نتحدث عن مقترح سعودي ثالث هل المشكلة هي مشكلة مقترحات وخارطة تنفيذ لهذه المقترحات يعني مشكلة فنية أو لا في مشكلة في الإرادة في إرادة تنفيذ الاتفاق أولاً أصحح فقط كما نشرت رويتر الشقة السياسية سينفذ أولاً ثم يليها الشقة العسكري هذا فقط توضيح حسب ما نقلت رويتر ولا نعرف صحة هذه الوثيقة هذا فيما يتعلق بهذا الشقة المسألة بشكل عام أخ سامي هناك خلل في إدارة الشأن السياسي بشكل عام لا نتكلم الآن على هذه الجزئيات هذه مخرجات المشكلة الأساسية المشكلة الأساسية هي كما يعرف الجميع السعودية لم تحسم أمرها ليس لديها رؤية واضحة لماذا تريد من هذه الحرب لماذا تريد من اليمن هل تريد يمن واحد هل تريد يمن مجزة هل تريد يمن ضعيف وتسيطر عليه جماعات عديدة ثم كل هذه الجماعات يكون مرجعها السعودية لأنها في حقيقة الأمر لا يمكن أن تكون داعمة للوحدة اليمنية وتسمح لحركة انفصالية تنتعش وتوجد منذ خمس سنوات ويتم رعايتها من قبل حليفها الذي كان وهي الإمارات ثم الآن أصبحت تريد أن تدخل هذا المجلس الانفصالي ضمن حكومة الجمهورية اليمنية التي لا يعترفون بها ويشرع الموجودة أيضا هذه الأحداث التي تحدث في سقطرة أو نهب الأموال في عدد تتم من قبل الانتقال الذي رئيسه موجود في الرياض وهذا أمر له دلالها بنفس الوقت أيضا الطرف الآخر هو موجود في الرياض وبالتالي ماذا تريد السعودية هذا السؤال الكبير الذي حتى الآن لم نعرف له إجابة ماذا تريد بالضبط لأنها كونها غير واضحة بالنسبة لنا ماذا تريد أصبحت وكأنها تصنع فوضى ما يحدث الآن في سقطرة في عدن في أبيان في هذه المناطق وصنعت فوضى ليس هناك من أفق واضح الآن على افتراض أن هذه الحكومة شكلة حكومة ستكون حكومة منقسمة بالطبع يعني أي شخص يعرف ألف باء السياسة يدرك بأنه لا يمكن أن تكون هناك حكومة مشكلة من أطراف متحاربة وليست نحن الآن تكلم عن أحزاب متنافسة سياسيا وبالتالي تشكل حكومة اطراف وطني أنت تتكلم عن ميليشيات أكان هذه هو ميليشيات في العساس الحرس الرئاسي الذي تقاتلوا هو ميليشيات ليس جيش دولة أو الانتقالي وهي ميليشيات ذات طابع جهوي لها تاريخ وخلفية من الصراع وبالتالي يستحيل على هؤلاء أن يتوحدوا ضمن وزارة داخلية أو وزارة دفاع ويصبحوا قوات واحدة وأن يعتمروا بأمر وزارة الدفاع وفق ما تريده اتفاقية الرياض وأن تكون هناك وزارة منسجمة ما حدث من تطورات اليوم في سوقترا كيف يجعل مستقبل الاستجابة وتنفيذ هذا المقترح الأخير هل سيكون له تأثير يبدو أن ما حدث في سوقترا هي رسالة السعودية دفعت الانتقال لتضغط به على هادي هادي حتى الآن يرفض أن يشكل حكومة ليس لوازع وطني ولكن أن الحكومة التي يصر السعودين حتى الآن والانتقال يقبل بها أن تكون برئاسة معينة عبد الملك وأن يصبح الوزراء وتحديدا بعض الوزارات المهمة لا سلطة لهادي عليها هادي حتى الآن تعود وخاصة منذ ما بعد الحرب تعود هو والفريق الحاكم الذي هو أبنائه والقيسي وغيرهم تعود بأنه صاحب سلطة مطلقة في المال العام وفي الوظيفة العامة الاتفاق الرياضي يقيده يجعله الوظيفة العامة لا يستطيع أن يعين إلا بموافقة الآخرين وتحديدا السعودية وكذلك المال العام لن يكون تقصد سلطة مطلقة في الجناح الذي يقيم فيه في الرياضة في الجناح لا لكن لديه الأمر والناهي بتعين الموظفين العموميين ولديه أيضا الخزينة كل موارد الدولة بتصب إلى مكتبه وهو الذي بتصرف فيها طيب هل تعتقد أنه اليوم الرئيس هادي هو عرف ما حصل في سقطرة عنده خبر بغض النظر هو في الأخير الذي بيحكمه فريق هادي وأولاده ومدير مكتبه والعيسي وأحمد بن مبارك وعدد قليل من الأشخاص الذي يسمى الدائرة الداخلية الهادي هؤلاء يعرفوا بكل شيء وبالتالي هؤلاء الآن يخشون من أن أي حكومة جديدة لن يكون لهم سلطة عليها وبالتالي المال العام والوظيفة العامة لم تعد في أيديهم سيصبح هذه عمليا بدون سلطة الآن هو صح صحيح أنه في غرفة في الرياض لكنه لا زال بنتلك ختم التعيينات والأموال وهو الذي بصرف الأموال وبالتالي سلطته الحقيقية هي في هذا في التوقيع على قرارات التعيين وعلى الضخ وشراء الولاءات للموظفين العاميين والرؤساء الحزاب وغيرهم بدونها سيصبح بدون سلطة لهذا السبب هو يرفض وسيحاول بقدر الإمكان أن لا ينفذ اتفاق الرياض أو أنه يضغط ليأتي برئيس حكومة يكون تابع له هو في البداية معين عبد الملك كان تابع له أداه لأنه كان يخشى أحمد عبيد بن دغر حاول أن يرتب وضعه خاصة في المؤتمر الشعبي الشعبي ضد مصلحة هادي عزلوا هادي وأتاب معين عبد الملك على أساس أنه أداه طيعة بيده معين عبد الملك انتقل وأصبح أداه طيعة بيد السعودية وبالتالي فقد سلطته على معين عبد الملك يريد الآن أن يكون رئيس وزراء من طرفه وبالتالي يتحكم من جديد بمشهد الحكومة ولكن لا الانتقال ولا السعودية ولا الإمارات ستعطيه حتى الآن هذا ما يريد لهذا السبب يضغطوا عليه عن طريق سقطرة أو عن طريق أبيان أو غيرها طيب أستاذ صلاح ما حدث في سقطرة يقول أستاذ عبد الناصر ويتفق معه البعض في هذا الطرح أنه وسيلة ضغط على الرئيس هادي لتنفيذ اتفاق الرياض وقبول المقترح الأخير أن تقول أن السعودية في بداية حديثك هي صامتة عن ما حدث في سقطرة وهي ربما أقرب وتدلل الحكومة الشرعية إذن ما تفسيرك لما حدث اليوم في سقطرة ما تفسيرك للصمت السعودي حول هذه التطورات المهمة لا أمل إلى هذا الطرح على الاطلاق ولو أني اتفق مع الله عبد الناصر بأن الرئاسة مختطفة من الأشخاص الذي ذكرهم من العيسي وجماعته وهناك أغفل شيء مهم وهو حزب الصلاح الحزب الصلاح هو مهيمن على هذه المؤسسة الرئاسية والحكومة برمتها أما فيما يتعلق بالحكومة وإشراك بينها ستكون حكومة صدامية فيما بين الأطراق فالمجلس الانتقالي لا يعتبر بأن هذه غاية الشراكة في الحكومة بل هي عبارة عن شراكة طيب أستاذ صلاح أنتم اليوم تصوروا وربما هناك اتفاق بينك وبين أستاذ عبد الناصر أن المعركة الحاصلة والمكاسب التي يحققها المجلس الانتقال الجنوبي هي على حساب التجمع اليمني للإصلاح الذي كما تقولون أنه يسيطر على مؤسسة الرئاسة إذا كانت مؤسسة الرئاسة مسيطرة عليها من قبل حزب الإصلاح فبالتالي سيكون من صالحهم أن يكون هناك بيان رئاسي قوي أن يكون هناك موقف رئاسي قوي ضد ما يحدث من سيطرة من قبل المجلس الانتقالي لا ليس بالضرورة أن يصلر من الرئاسة فكثير من الأصوات داخل السلطة هذه معك الحكومة معك بيانات القوات المسلحة معك بيانات الوزارة الداخلية فهناك عدة أصوات والإصلاح يعرف كيف يوزع أصواته وكيف يوزع أدواره وينشر بياناته دعنا من هذا كله ونعود إلى موضوع الحكومة نعود لموضوع تفسيرك تفسيرك لصمت السعودية حول ما حدث في سقطرة لا يعني هذا بالضرورة بأن السعودية تقف خلف هذا أو أنها أوعتت للانتقالي فنفس التساؤل طرحها المجلس الانتقالي عندما كان الصمت يرون من السعودية عندما هاجمت القوات هذه المسلمة بشرعية على عدن بدون أن تنبس السعودية ولا ببنت شفاء على الإطلاق وكأن السعودية تقول أهجموا على عدن أقتحموا المدينة أعثوا فسادا نفس الصمت هو تقريبا إذا أردت أن تفسره بنظرية المؤامرات السعودية فبوسعك أن تسقط موقف السعودي في أبيان مع موقفها في السقطرة فأرى أن السعودية مثل ما قال أبناصر بدأت تفقد الخيوط اللعبة داخل اليمن عموما وبدأت قبضتها ترتخي على الكل ولا يعني هذا بأنها أصبحت هي من يحرك الانتقال في سقطرة ومن يقول له أصمت هنا وتحرك هنا لا أبدا فكثير من الأمور تتم دون رضاء السعودية فالسعودية إذا كان لها مصلحة فهي مصلحة مع هذه الحكومة وليس مع المجلس الانتقالي الذي تعتبره السعودية يعني اليوم المجلس الانتقالي الجنوبي في سقطرة يكهد حساباتها ويفشي المجلس صلاح يعني المجلس باللغة الانتصارات والمكاسبة المجلس الانتقالي الجنوبي اليوم في سقطرة انتصر على الحكومة الشرعية وعلى التحالف على المملكة العربية السعودية هذا الإنجاز حقيق على حسابهم في ظل التخبط الذي تقول أن السعودية تعاني منه دعني أسألك هل أهمية سقطرة مثل أهمية شبوة؟ لماذا السعودية بالنسبة للمجلس الانتقالي بالنسبة للمجلس الانتقالي بالنسبة للمجلس الانتقالي أي يبدو أنه أهم سقطرة أم شبوة لا في المرحلة على الأقل في العهد الحالي هو شبوة فشبوة تعتبر خاصرة القنوب هي البوابة التي تربط ما بين شرق القنوب وغربه من يسيطر على شبوة التقديرية يسيطر على القنوب كاملا لماذا ذهبوا إلى سقطرة سقطرة قد تكون لها أهمية عسكري قد تكون لها أهمية استراتيجية لكن بالنسبة للمرحلة الحالي لأن البعض يقول اليوم ربما سقطرة هي مهمة للإمارات فبالتالي ذهب المجلس الانتقالي فقط كأداة إذا كانت سيطرة على الجنوب فتلقا ستسيطر على سقطرة فالأجهاض الانتقال في شبوة هذا دليل القاطع على أنه لا يحظى بدعم المملكة العربية السعودي وكل ما يقال بأنها عبارة عن تلفيقات وعبارة عن مزاعم لأسات لها من الصحة أبدا حتى في أبيان هناك دفع كثير بالتحشيد ضد المجلس الانتقالي وضد عدن في مرأة ومزمع وفي سلاح سعودي وموال سعودية وأعلام سعودي لاحظت قناة العربية كيف تحدثت قبل أشهر عندما زعمت بأن عدن على وشك السقوط وأن قوات الشرعية على أبواب عدن فإذا كان هذا الإعلام السعودي بهذا الشكل فكيف يمكن فهم بين السعودي يتقف مع المجلس الانتقالي إذا كان هناك موقف داعم للمجلس الانتقالي من السعودية فهو يكفي أن السعودي تصمت أو تلزم الحياة أو تلزم عدم دعم الطرف الآخر فهنا يكون مكسب له أما نقول بأنه يتحرك إلا بدعم السعودي فهذا ينصف كل الدعاة الذي يقول بأن المجلس الانتقالي هو أصلاً مدعوم من الإمارات فكيف مدعوم من الإمارات وفي اليوم تقول بأنه مدعوم من السعودي السعودي التي أصبحت هي الوحيدة المتحكمة باليمان وهي اليد الطولة لها كلها لأنه هناك تساؤل يا أستاذ صلاح هناك تساؤل ألف جندي سعودي موجودين في سقطرة اليوم كانوا في موقع المتفرج هذا الرقم أشك فيه ونفس الرقم تقريباً طرح على أن الإمارات كان فكيف السعودية ستعمل على تسليم المجلس الانتقالي الموالي للإمارات وتمكنه من السقطرة فيما هي أصلاً بحاجة إلى مصالحها وتنفذ مصالحها وكلنا شبه متفقين بأنه نكتنى في السعودي إماراتي فهل يوقع بأن صلحة السعودي تعمل لمصالحة الإمارات أو أن السعودي أصبحت برضه حاضعة الإمارات أو أن السعودية أصبحت عبارة عن ملحق للخارجية الإماراتية هذا زعم لا أعتقد نهائياً وهذا هروب من حقيقة بأن المجلس الانتقالي وأن في الجنوب هناك قضية سياسية قضية وطنية لا يمكن تجاهلها على الإطلاق اليوم بعد ربع قرن من هذا التجاهل هناك قضية سياسية يجب أن نتذكرها جيداً وأن كل هذه التدعيات التي نحن فيها هي بسبب إهمال الحل المنطقي والحل العالي للقضية الجنوبية واعتبارها مقرد قضية حقوقها وقضية مطلبية فقط ننقل هذه النقطة لأستاذ عبد الناصر وهذه النكاسات للجميع أستاذ عبد الناصر إذن ألف جندي سعودي كما تقول مصادر إعلامية في سقطرة وقفوا في موقف المتفرج كيف تحولت المملكة العربية السعودية من وسيط إلى طرف محايد وخاصة مما حدث اليوم من تطورت في سقطرة أخ سامي عندما نفسر الشأن اليمني وتحديداً في هذه القضايا فنحن نحاول نحل الغاز وليس تحليل سياسي لأنه ليس أولاً هناك من وضوح ليس هناك من تصريحات ليس هناك عبارة عن تسريبات أو عبارة عن رسائل ترسل عبر أحداث معينة ما حدث يبدو في سقطرة هو تفاهم سعودي إماراتي بالدرجة الأولى وفي نفس الوقت أداة من أدوات الضغط التي تقوم بها السعودية على هذه لأنه لو أن القوات السعودية تحركت بأي شكل ليس تحرك عسكري يعني لا أعتقد بأن القوات الانتقالي لديها الاستعداد بأن تتواجه وتقاتل القوات السعودية أو تقوم الجندي السعودي ولكن فقط لو تحركت سياسياً في داخل جزيرة السقطرة لما استمر المجلس الانتقالي بالتحرك ولكن يبدو هناك تفاهمات إماراتية السعودية أيضاً إعازل الانتقالي بأن يتحرك يبدو الخطة إماراتية لأن المستفيد بما يحدث اليوم في سقطرة هي الإمارات والسعودية لأنه عندما يرسخ الانتقالي سلطته الفعلية على جزيرة سقطرة هو وكيل للإمارات عملياً لكن الأستاذ صلاح لا يتفق مع هذا الطرح ويقول لك هناك قضية وطنية لشعب الجنوب وبالتالي ما حدث هو مكاسبه فقط للجنوبيين وأنه رواية يكون ما حدث بتراضي وتفاهم سعودي إماراتي غير صحيح وأنت سمعت إلى رده يعني هذه القضية هي قضية مصالح الناس الذين يريدون أن يحكموا الجنوب ولديهم مصلحة بأن يعود الوضع السابق ليحكموا هذه عبارة عن مصالح عنانية خاصة بمن يريد وأيضاً من حالة الارتزاق وطلبة الله يعني هذا مشروع يدر أموال ويدر مناصب ويدر مكانها يعني هؤلاء الناس لو لم تكن الإمارات موجودة ولم يكن الدعم الإماراتي موجود لما وجد المجلس الانتقالي بغض النظرة كان في هناك قضية أو ناس يطالبوا بالانفصال مثل ما غيرها من القضايا هناك ناس بيطالبوا لديهم مطالب بأن يعود علي عبد الله صالح أو أسرة صالح وهناك ناس بيطالبوا بعودة الإمام وغيرهم لو لم يوجد دعم لمن لديهم مطالب لما تحقق شيء على الأرض ولو لم يكن هناك دعم إماراتي وغض طرف سعودي عن المجلس الانتقالي أو عن هؤلاء الذين شكلوا المجلس الانتقالي تنسيق إماراتي والآن تنسيق سعودي وبالتالي المجلس الانتقالي هو مصنوع هو كيان مصنوع بغض النظر أن هناك قضية الانفصال أو غير قضية الانفصال لأنه الذي صنع المجلس الانتقالي يستطيع أن يصنع غيره بمعنى أنه ليس ويمكن من صنع المجلس الانتقالي أن يأتي آخرين تحت اسم القضية الجنوبية ويضعهم ليمثلوا ما يسمى بالقضية التمثيل لمصالح الجنوب أو المطالبة بالانفصال هذا هو الأساس نحن نتلجى عن وار هناك من يقول أنه عيدروس الزبيدي موجود في الرياض وحدث ما حدث أنه ربما السعودية يمكن أن تتدارك هذا الموضوع بالكثير يعني خلال أيام ويتم انسحاب قوات المجلس الانتقالي من المؤسسة التي تمت سيطرة عليها وإصلاح ما حدث ربما يعني قد يتم هذا الأمر وفقا للسيناريوس في البداية تعطي للانتقال ضوء أخضر ليسيطر على سقطرة وتعطيهم أيضا ضوء أخضر ليحتجزوا الأموال في عدد ثم بعد ذلك تتدخل وتفرج عن الأموال وتعيد الأوضاع في سقطرة إلى ما كانت عليه مقابل أن يقبل هادي بتشكيل حكومة لكن كما ذكرت لك هادي حتى الآن لا يهمه سقطرة كثيرة هادي في الأخير ولا يهمه هو سيظل يتمسك هو وحزب الإصلاح أعكد على ما قال طيب أستاذ صلاح حزب الإصلاح هو في الخلفية هو موجود في السلطة وهو خاسر رئيسي من تشكيل الحكومة لأنه صحيح أنه ليس هو هادي فريق واحد ولكن كل طرف يعطي الطرف الآخر الغطاء هادي غط الطرف عن عن الإصلاح صلاح عبد الناصر لماذا الإصلاح هو الخاسر من تشكيل الحكومة طيب صلاح أستاذ عبد الناصر صلاح عبد الناصر لماذا الإصلاح هو الخاسر من إعادة تشكيل الحكومة كم من الوزراء وكم من المناصب التي يمكن لك أن تسميها الآن تتبع حزب الإصلاح يعني حزب الإصلاح حزب ذكي حزب يشتغل على نفس طويل ممكن يكون عنده ثلاثة وزراء لكن من تحت البنية التحتية للسلطة لو تلاحظ وسائل الإعلام بين قوسين الرسمية التابعة للشرعية مسيطرة عليها من قبل الإصلاح هناك الكثير من الوزارات والإدارات التي بإمكان الإصلاح أن يسيطر عليها يسيطر هناك الجيش في مارن والإدارة في مارن هي تابعة الحزب الإصلاح في مدينة تعز وبالتالي الإصلاح ويعمل بنفس طويل ممكن أن لا يظهر أنصاره في الواجهة لكنه يشتغل من تحت لتحن لكن هذا لا يعني أنه هو هادي فرق واحد هو هادي لا يثق في الإصلاح ولا الإصلاح يثق فيه أعود لك سعبد الناصر يشترك الآن في الوقت الحالي لأن يستمروا في حالة حلف لأنه خصمهم يريد يقري عليهم الاثنين طيب أستاذ صلاح البعض يقول أنه التصعيد الذي حصل في سوق طراء هو ربما رصاصة الرحمة بالنسبة لاتفاق الرياض ما رأيك؟ ربما يكون ولكن ليس إلى حد نقول لنا رصاص الرحمة فالسعودية لا تزال لديها أوراق كثيرة تلعبها ولا تزال لها حضور ولا تزال لها أوراق الضغط وتستطيع أن تصرف باليمن هنا ونعرف كيف هذا التشضي وهذا التششط من قبل القوى اليمنية سواء بالشمال والجنوب فالكل أصبح يطلب ود السعودية أو بالأصاح يطلب أموال السعودية ما هي هذه الأوراق التي يمكن من خلالها السعودية أن تضغط؟ أولا القانب الاقتصادي القانب المالي الكل معتمد على الأموال السعودية الآن الاقتصاد اليمني منهار نهائيا معك أوراق ورقة الأوباء والأمراض ورقة عادة الإعمار كل هذه الأدوات كل هذه الإمكانيات وهذه الطاقات موجودة بيد السعودي لا أحد يستطيع الآن أن يمدنا يعني أنت سوال صلاح تتفق يعني أنت سوال صلاح تتفق مع مطرح عبد الناصر أنه ما حدث في سقطرة هو مجرد ضغط على الشرعية للإسجابة للمطالب السعودية وما حدث من الأموال الثمانية مليارات أيضا السعودي لا تفتقر إلى وسائل الضغط حتى تذهب إلى سقطرة فهي بمقدورها أن توقف مرتبات الموجودين عندها بالفندق بمقدورها أن توقف أرسال الطائرات بالجو بمقدورها أن تقطع الأنترنت على العناصر الموجودة عندها بالفنادق ليست بحاجة إلى أن تذهب إلى بحر العرب وإلى خليج عدن حتى تمارس ضغوطتها هناك فما حصل في سقطرة جزء كبير منه يصل إلى 90% بأنه إرادة شعبية جنوبية خالصة أنا أستبعد نظرية المؤامرة أو النظرية أن السعودي تقف أمامها لو كان أرادت أن تمد يدها حقا إلى المجلس الانتقالي لا كان أقرب لها هنا في عدن السعودية ترفض الخطوات التي اتخذها المجلس الانتقالي بما فيها خطوة الإدارة الذاتية وتعتبرها تمرن عليها وتعتبرها خروج على الشرعية وتعتبرها أضعافا لها لماذا تذهب إلى سقطرة؟ هذا عبارة عن مبرر عبارة عن مبرر سادق لهذه الهزيمة التي منيت بها الشرعية هناك في سقطرة وقد شاهدنا كثير من المبررات عندما كان حمير عبين بن دغر حينها في سقطرة عندما تعرضت قواته وجماعاته الانتكاسة في وقت طيب صلاح لماذا برأيك لماذا برأيك الشرعية طيب وكانت نفس التهمة توجي للإمارات حينها اليوم لم يعل الإمارات وجود وكان حينها يقال بأن هناك آلاف من القنود الإماراتين وقودين في سقطرة وأنهم هم من يدير لماذا برأيك الشرعية هزمت في سقطرة اليوم يتم نفس الكلام ولكن استبدال الإمارات بالسعودية إذا كانت السعودية لا علاقة لها بما يحدث ولا تدلل مجلس الانتقال لماذا تهزم الشرعية في سقطرة ولم تهزم في شبوة مثل ما قلت لك لأن في شبوة الأهمية حتى للسعودية هي أكثر أهمية لها فسقطرة هي خاسرة الجنوب أولا ثم هي نقطة التقامة بين حضرموت ومأرب وأبيض فأهمية شبوة لا يمكن قياسها على الأقل في الوقت الراهن وقياسها بالعمليات العسكرية بأهمية سقطرة سقطرة عسكريا تقريبا لا لها أهمية عسكرية الآن قد يكون لها أهمية تراتيجية بمدى المنظر بحكم موقعها واتحدثنا في جالك سابقا لكن شبوة تظل الآن في هذا الوقت هي شبوة لا المجال المقارنة لما بين أهمية شبوة في الوقت الحاضر أمام سقطرة فإن كان لكن البعض قد يرى الأمور غير قد يقول لأنه هناك ألف جندي ونعرف قيدا ما نعرف قيدا ما قد يقول لك لأنه في ألف جندي في سقطرة كانوا في دور الحياد فبالتالي هزمت الشرعية لكن في شبوة ربما لا يوجد ألف جندي سعودية طيب سأعود لك في الصلاح صلى الله عبد الناصر المودة نتحدث في تفاصيل ما يحدث وأنه في سياق الضغط فقط ماذا عن المسئولية القانونية المترتبة اليوم على المملكة العربية السعودية بصفة وجودها اليوم كداعم للشرعية وهي متواجدة وفق هذا السياق أو تحت هذا الهدف يعني حتى الآن لم يتغير شيء على الأرض من الناحية القانونية لا زالت هذه الأراضي هي تابعة للجمهورية اليمنية ولم يتم اكتطاعها المجتمع الدولي أيضا ليس هناك من هراوة أو عصى تتابع أو تلاحق السعودية بأنه التزمي بالقانون الدولي أو لا تلتزمي بقرارات مجلس الأم لكن في المجمل لا السعودية ولا الإمارات تستطيع أن تغير القانون الدولي وتنشأ أو تغير من حدود اليمن أو تضم جزيرة سقطرة للإمارات كما ربما تحلم الإمارات أو أن تفصل الجنوب أو غيره لا تملك للسعودية ولا الإمارات ولا أي حد وفق القانون الدولي هذه أراضي الجمهوري اليمنية ومجلس الأمن بكل قرارات يؤكد على وحدة وسلامة أراضي اليمن يؤكد هكذا دائما يقولوها وهم يتعمدوا وهذه قاعدة قانونية وفق القانون الدولي قرارات مجلس الأمن هي قاعدة قانونية وهناك عشرات القرارات التي تؤكد على وحدة اليمن وبالتالي وحدة اليمن هي مثلا مرتبطة بالشعب اليمني هو الوحيد الذي وفق السفتة وفق الدستور الجديد يسمح بالانفصال أو لا يسمح بالانفصال أما غير ذلك لن يكون هناك أي تغيير من الناحية القانونية سقتل الجمهوري اليمنية هي الجمهوري اليمنية هكذا إلى ما شاء الله طيب أستاذ صلاح مع هذه التطورات الأخيرة في السوق قطرة يعود مرة أخرى إلى الطاولة السؤال ما هي الأهداف الحقيقية إذن للحرب الدائرة الآن في اليمن الأهداف الحقيقية المعلنة معروفة وكلنا ندركها بأن عادة الشرعية إلى هناك لكن ما حصل بعد خلال خمس سنوات أو سس سنوات بأننا شاهدنا لعبة القط والفار ما بين السعودي ما بين هذا الشرعي كل طرف يحاول أن يستخدم الطرف الآخر وعندما فشلوا في الشمال أداروا فوهات مدافعهم وفوهات كل طاقاتهم إلى الجنوب بما فيها السعودية هذه الشرعية تخلت تماما عن الحرب في الشمال وتخلت عن هدفها بالوصول إلى صنعة وبدل أن تقول قادموني صنعة أصبح الآن شعارها بالبنط العريض قادموني عدن وبكل قواتنا سنحتل لكم عدن للمرة الثالثة وعلى عينك يا جنوبي وهذا ما تنبه له القنوبي اليوم ويحاول أن يدافع عن عاصمةهم بكل ما أودهم في قوة بما أنه صوبت فوهاتها ضد الشرعية هل تعتقد أنه في المستقبل القريب ستدعم الانتقالي بديل عن الشرعية المملكة العربية السعودية ستدعم المجلس الانتقالي كبديل عن الشرعية في الجنوب المملكة العربية السعودية تاريخيا هي ليست ضد انفصال الجنوب وليس ضد الوحدة وليس ضد الوحدة حيثما كانت هناك مصلحة للسعودية فهي ستدعم هذا الطرف ولا أستبعد بأن تدعم الطرف الجنوبي وتدعم المجلس الانتقالي إذا اتسقت مصالحها معه خصوصا وإن تعثراتها وبدأت ما هي التنازلات والمصالح التي يمكن للمجلس الانتقالي أن يقدمها للمملكة العربية السعودية برأيك ما هو مفترض بأن تكون هناك مصالح متبادلة من مصالح ندية من مصالح لا يطغى فيها طرف على طرف آخر فللجنوب قضية تم تقاهلها من الأشقة هنا في الشمال ومن حقهم أن يتلمسوا الحل العادل مع أي طرف بما فيه الطرف الأقليمي بما فيه الطرف السعودي لتذكر أن السعودية لم يطلبها القنوبي للتتزاخل في اليمن من طلبها هو طلبها الطرف الآخر الجنوبين وجدوا هذه العاصفة وهذا التحالف موجود على أرضهم وبالتالي حاولوا أن يستفيدوا منه بعد أن أصبح لا حولهم ولا طول في هذا التحالف ومن حقهم أن يبحثوا عن خصالحهم وأن يتصلوا لقضيتهم وأن يستعيدوا دولتهم مثلما الطرف الآخر استدعى هذا التحالف من أجل استعادة السلطة فكيف لا يقوز للجنوبين بأن يستعينوا بأي طرف ليستعينوا وطن ولا أقول فقط لإستعادة السلطة وفرسي حكم طيب أستاذ عبد الناصر ما مصير اليوم الشرعية بعد انكشاف ما يحدث من تطورات يعني هذه الشرعية هي شرعية هزيلة هي لم تعد تملك لا شرعية سياسية ولا شرعية قانونية كما أنها لا تملك شرعية حقيقية على العرض بسبب فسادها واهترائها وأيضا سوء نواياها يعني هذه الشرعية ليس لديها أيضا نوايا حقيقية ونوايا صادقات لمشروع يمني كل ما هم هذه الشرعية وتعديدة هذه والفريق المحيطة به وأن يظلوا يتمتعوا بميزات المنصب وموارد الدولة لهم وأن يبقوا في هذا الموقع حتى لو لم يكن لهم سلطة حقيقية على الأرض لهذا السبب لا نتحدث نحن عن شرعية عن شيء موجود نحن نتكلم عن كيان هلامي ضعيف هش لولا السعودية ولولا القطاع السعودي لما بكت هذه الشرعية يعني لو تخيلنا اليوم أن السعودية رفعت العطاع عن هادي لما أصبح رئيس لأنه حتى العالم الذي يعترف بهذه هو لا يعترف لهذه لحكمته ولا لسياسة خارجية نشطة ولكن يعترف بذلك لأن السعودية هي من تقف وراه واليمن بشكل عام معظم دول الكورة تتعامل معه كشأن سعودي لأن اليمن عبد الثقيل ولا أحد حتى الآن لديها للسعداد لأن يحل محلة السعودية ليتحمل هذا الفئة لهذا هو متروك للسعودية ويتم التغاضي القانوني والتغاضي السياسي عن سلوك السعودية في اليمن التي أصبحت هي عمليا تحت المصايا السعودية أشكرك جزيلا عبد الناصر الموداء الكاتب المحل السياسي كنت معنا من العاصمة الأردني عمان وأيضا الشكر موصول لضيفي من العاصمة الموقعة عدن أستاذ صلاح السقلدي صحفي شكرا جزيلا لكم نلقاكم الأسبوع القادم في حلقة جديدة فضحوا في أمان لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة